عندنا يا أخواني و أخواتي ما يسمى بالذكر المضاعف الذكر المضاعف هذا الذكر المضاعف من أعظم الذكر كلمات يسيرة و الأجر عظيم و الثواب كبير عند الله و أذكر لكم هذه القصة النبي عليه الصلاة و السلام صلى الفجر ثم رجع إلى بيته فوجد جويري أم المؤمنين رضي الله عنها جالسة في مصلاها صلت الفجر و جلست فخرج النبي عليه الصلاة و السلام منها ثم عاد وقت الضحى ارتفعت الشمس فوجدها في نفس مصلاها قال ما زلت على ما أنت عليه منذ اليوم يعني منذ أن خرجت منك قالت نعم يا رسول الله جالسة تذكر الله قال لها عليه الصلاة و السلام لقد قلت بعدك كلمات لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله و بحمده عدد خلقه سبحان الله و بحمده رضا نفسه سبحان الله و بحمده زنة عرشه سبحان الله و بحمده ميلاد كلمات هذا يسمى ايش؟ الذكر المضاعف الذكر المضاعف و لذلك هذا مما ينبغي للمسلم أن لا يفرط فيه لا يفرط في هذا الذكر هذا الذكر مضاعف يعني تخيل يقول النبي عليه الصلاة و السلام لجويريا اللي جلست من بعد الفجر إلى الضحى نقول مثلا الساعة عشر و إلى الساعة هدى عشر مثلا الآن هذا كله تذكر الله قال لها النبي عليه الصلاة و السلام أنا ذكرت الله ذكر يعني لو وزن ذكرك هذا كل هذه الساعات لو وزنهن و لله الحمد و هو سبحان الله و بحمده عدد خلقه و هذا اللي ذكرتها و فيه أيضا النبي عليه الصلاة و السلام أيضا نوجه أن يقول الإنسان سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملأ ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض و السماء سبحان الله ملأ ما في الأرض و السماء سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ملأ خلقه سبحان الله ما أحصى كتابه سبحان الله عدد ما أحصى كتابه هذا من الذكر أيضا المضاعف ولذلك هذا يقال في أذكار الصباح و في أذكار المساء فأخت الفاضل بارك الله فيك إذا أحببت تقولي مثلا أستغفرك اللهم عدد خلقك أستغفرك اللهم رضا نفسك أستغفرك اللهم مداد كلماتك أستغفرك اللهم عدد ما في السماء و الأرض أستغفرك اللهم ملأ ما في السماء و الأرض ما في بأس ولله الحمد والمن